هذا الإنسان الكريم يقول هل يكون الإمساك عن الأكل و شرب في الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ بالنسبة للأذان الأول هو ليس من بداية الفجر الذي يصومه الإنسان هو مجرد تنبيه فإذا سمعت الأذان الأول فأنت بالنسبة لك تعلم بأنه لازلت في ليل وتتهيأ للصيام و إذا سمعت الأذان الثاني الذي فيه الصلاة خير من النوم فأنت هنا بمجرد الأذان تمسك و تمتنع عن الأكل أو الشرب إذن الأذان الأول هو تنبيه فقط و بالنسبة لك لا يجب عليك أن تمسك و إذا سمعت الأذان الثاني و هو الأذان الذي يكون مع وقت الفجر عندك التقويم عندك أذان الفجر فبمجرد أذان الفجر تمتنع عن الأكل أو الشرب أما الأذان الأول فإن الأذان الأول يعتبر من الليل و لا يعتبر من الفجر و ليس من النهار فإنه يعتبر من الليل و لا إشكال في الأكل أو الشرب عند سماعه ترجمة نانسي قنقر